دون أن ينسوا الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي أكد زعماء غربيون دعمهم الكامل لإسرائيل في حربها على غزة الحرب التي قتلت وشردت الآلاف من المدنيين حتى الآن وما زالت في بيان مشترك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومعهم الولايات المتحدة تعهدوا جميعا بالتنسيق الوثيق لدعم مواطنهم في المنطقة ورحبوا بالإعلان عن وصول أولى القوافل الإنسانية إلى غزة قالوا أيضا أنهم سيواصلون التنسيق الدبلوماسي لمنع انتشار الصراع والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط يتمهى مضمون البيان مع الدعم الغربي المعلن لإسرائيل الذي تقوده واشنطن على الأرض وكذلك في مجلس الأمن يتجلى من خلال تبني مشروع قرار يؤكد ما تسميه حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا دون أن يشير المشروع إلى الوضع الكارثي الذي يطبق على سكان القطاع يطالب كذلك إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى ما تصفه واشنطن بالجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في المنطقة لكن دولا أخرى بينها كوريا الشمالية ترى أن الولايات المتحدة ضالعة في الحرب الحالية بين إسرائيل وحمس إذ حملت بيونج يانج واشنطن مسؤولية المأساة في غزة مشيرة إلى أن عمليات القتل المهولة في المنطقة تزداد حدة بسبب التحريض المتحيز والمتعمد من قبل الولايات المتحدة الأخيرة لا تخفي خشيتها من تزايد تعرض قواتها لهجمات عند الاجتياح البري المرتقب لغزة إذ قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل الاجتياح إلى حين استكمال إرسال قواتها إلى المنطقة القلق الأمريكي يؤكد بما لا يدعو للشك ألا حدود لتداعيات العدوان البري على غزة إن حصل